النهاردة بقى في اسكندرية في سيدة كده قد طلع عاملان نابلو على السوشيال ميديا تطلع في تطبيق تيكتاب الحقيقة كانت بتعمل حاجات مستفزة الستة دي انا شا عاوز اقول اسمها ولا عاوز اقول بيناتها يلا خلاص اتقبض عليها النهاردة كانت بتاخد بناتها الاتنين وتطلع بتعمل فيديوهات خادشة للحياء وفيديوهات فيها رأس بملابس عارية وفيديوهات ضد اخلاق وقيم ومبادئ البجتمع والناس تتفرق يا النهار عاوز اقول لكم كانت الملايين المشاهدين ده الستة دي كانت بتعمل بما يعادل محدش هيقول لكم الرقم ده ولا اتنشر في الصحف بحكم احنا بتقعد اتصالات ده فبنعرف الارباح الحقيقية ايه لهذه الفيديوهات الستة دي كانت بتعملها في الشهر من ستة لتمانية احيانا لما ربنا بيكرمها وبتعد الملايين الملايين ممكن تعمل لحد احتاشر اتنشر الف دولار في الشهر يعني بكام يا محمد حسيبهم كده من الفيديوهات انا هنا مش بقولي الكلام ده ما يتقابد عليها ده كلام يعني اللي بتعمله ده كلام غير محترم ده كلام ضد القانون هنا الفلوس نفعتها فلوس الحرام اللي عملتها دي من وراء المناظر والمظاهر الخادشة للحياء حتى ما عندهاش دم دم طلع بناتها يعني مش اهل وحدها اسرة محترمة جدا بصراحة يعني الست وبناتها اللي اتنين حتى الاعداد كان بجائز فيديوهات قلتولهم انتو يا ابني انتوا الفيديوهات الا انعراض ما ينفعش اذا كانت ياتقابد عليها عشان الفيديوهات اللي بتطلعها طبع عليها كتير جدا بتشاهد الفيديوهات دي اهو ضبط سيدة الاسكندرية استغلت ابنتها اللي بس مقاطع فيديو خادشة الحياء تمكنت وزارة الدخلية من ضبط سيدة طبعا الادارة عامة التكنولوجيا المعلومات والادارة العامة لحماية الأداب في قطاع الشرطة المتخصصة اللي احنا بنشكرهم الحياء ضبط سيدة باسكندرية اللي قيامها باستغلال نجلتيها البنتين وكانوا بيبسوا مقاطع فيديو خادشة الحياء على مواقع التواصل الاجتماعي معلمات وتحريات الإدارة العامة لحماية الأداب في قطاع الشرطة المتخصصة يعني الحقيقة ضبطوا المتهمين التلاتة وعصر على إيه بقى استقضبتهم بعد استيذان نيابة عصر على مبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية وخمس هواتف محمول وبفحص الهواتف المحمول تباين احتواءهم على دلائل وقصار تؤكد نشطهم عمال الستي دي يعني كانت بتسمي نفسها يعني أقول لكم عشان اللي مش يعرفها لأنه أنا مش عاوز أعرف صورها ولا صور بناتها وحش الكون سيدي دي كنت تفتح أي تطبيق من التطبيقات عندك تلاقيها زهرالك هي وبناتها تلاقيها زهرالك بفيديوهات إيه ده اللي زعالك بقى لما تلاقي ناس كتير جدا بيخشوا عليها يعني زعالني جدا أحد المعدين إن شاء الله يمشي النهاردة بيقول لي إيه إيه ده باشا تقابلت عليها ده أنا متبحها متبحها عشان فاشل يا أستاذ مش لقيلك شغلانة بتيجي يوم في الأسبوع وشكرا تسيب الباقي يصوروا ينزلوا تسيب البنات يعني يصوروا التقارير وإنت عاد بتتفرج على وحش الكوة مشكلة والله مشكلة كل الشباب صح ولا أنا غلطان ما أنا ممكن أقول اسم المعد دلوقتي الناس كلها تعرفوا يعني لكن الحقيقة هو بيلاقي فيديوهات قدامه بيقول لي أنا بلاقي الفيديوهات قدامه بتفرج وبشاهد زيه زي الناس كلها يا جماعة أنا بكت بشوف أحد الفيديوهات مشاهدات بتتعدى خمستاشر مليون ده ده مؤشر قطير ده مؤشر يخليك تقول إيه ده إيه المستوى اللي احنا نسلين فيه ده والله العظيم تشوفه فيديوهات إيجابية بحش بتفرج عليها أصلا قللك يا عم أنا مالي عاوز أتفرج على حاجة تروق مزاجي هو ده الثقافة هو ده الفكر ربنا يستر حتى فيش وعي حد يوعي بناته حد يوعي ولاده ما تخشوش تتفرجوا على كذا بالأسف يا